السلام عليكم ازايكم يا حباب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال بما ان احنا بقى في الشتاء قومي يالله انت وهي لو وراكي اي حاجة اعملي اللي وراكي كده وزباطي بيتك علشان خاطر جو بردو كل حاجة ولكن احنا لازم كده نقوم نفوق ونشوف اللي ورانا ايه ان شاء الله نهاردة الفيديو بتاعنا يكون فيديو حلو جدا جدا من السيدة اللي معانا النهاردة دي على الفكرة دي عروسة لست متجاوزة قريب وفي اخر الفيديو سيبالكم اقطع من الفرح بتاعها وكمان الصور بتاعتها بتاعت الفرح قبل من نفتيل الفيديو بتاعنا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو والاشتراك لو انت اول مرة بتشوفوا القناة عندي من خلال الفيديو ده واشكركم من كل قلبي على كل حد بكتب لي كومنت محفز يا حباب قلبي لان بجد بجد انتو بتحفزوني ان انا جيب لكو حاجات احسن وحاجات تبقى كويسة طبعا ده روتينها اليومي واللي هي بتعمله طبعا لما بتصحى من النوم فزي ما انتو شفتوا كده المقطع اللي فات كانت هي بتعمل ايه طبعا لازم كلنا نبقى كده اول ما نصحى من النوم نعتني ببشرتنا نعتني بكل حاجة فينا علشان خاطر طبعا احنا مش هنعيش حياتنا بس للتنظيف والترويق والحاجات دي كلها زي ما قلتلكم لو انت يا غالي ينسيت اللايك حط اللايك بسرعة بسرعة علشان نكمل الفيديو كده واعرف ان الفيديو عجبكو اجيب لكم فيديوهات احسن واحسن هنا دي غرفة النوم بتاعتها غرفة النوم بتاعتها زي ما انتو شايفين فيها دريسنج فكانت بتزبط الدنيا وبتنظف الدنيا وهتشوفوا دلوقتي برضو التسريحة بتاعتها وهي بتنظفها غرفة النوم هنا فيها دريسنج وفيها دولاب زي ما انتو شايفين ده الدولاب بتاعها فحبت ان هي تشيل كل حاجة طبعا عشان كانت بتشيل الشتوي وبتشيل سوري الصيفي وبتحط الشتوي فزي ما انتوا شايفين كده زبطت الدنيا وهي عندها غرفة علشان خاطر الملابس بتاعتها اللي هي بتخزينها او الهدوم بتاعتها اللي هي بتخزينها او بتعينها فيها عندها غرفة مخصصة لها زي ما انتوا شايفين طبعا طلعت كده الاول الشتوي وبعد كده عانت الصيفي طبعا لها هي وزوجها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليها حلوة جدا جدا لو انت تقدرين انك تعملي حاجة زي كده او مكان زي كده. مش شرط يا جماعة ان احنا نحط آآ انترهات كتير او حاجات كتيرة في قلب الغرف بتاعتنا. لا احنا ممكن نعمل آآ غرف مخصصة للخزين وغرفة مخصصة للدريسنج بجد بتحس ان الشقة بتاعتك ريئة وفي نفس الوقت بتكون الجو هادئ كده والشقة عندك شكلها شيك وهدئة. عايز اقولكو كمان ان هي هنا آآ يعني يعتبر العفش بتاعها او الدكورات بتاعت بيتها آآ كلها نفس الالوانات حتى المطبخ بتاعها هتشوفو دلوقتي هي هنا دلوقتي كانت بتنظف طبعا الادراك بتاعت التسريحة وحطت الميكوب بتاعها وكمان كل حاجة مخصصة للبشرة زي ما انتو شايفين كده. طبعا في المنظف في المنظمات وهنا طبعا كل السكارفوت بتاعتها والتيجان او التوك والحاجات بتاعتها اللي هي بتستخدمها. وكمان بتقول ان هي بتحب التنظيم زي ما انتو شايفين عايز اقول لكم المنظمات دي يا جماعة حلوة جدا يعني فيه الاكليريك منها وفيه اللي هو العادي وطبعا الابيض دوت هتتلاقيها موجودة في ايكيا هنا كانت طبعا بما انها بتنظف الغرفة او بتزبطها. فزي ما انتو شايفين اخرة الفرش بتقول بتحط عليها شوية من الكاربوناتو وكمان شوية من المية وشوية من الخل وبتسيبهم كده يعني ايه يتنقعوا شوية معنى اصحف المية وبعد كده بتخسلهم بقى عادي تحت المية السخنة عادي ويبقوا زي الفل وتحطوهم بقى ينشفوا ويكونوا زي الفل معاه. طبعا لازم كلنا نعمل برضو فكرة الفرش دي لان طبعا زي ما انتو عارفين يعني احنا كلنا شعرنا بيقع يعني نفسي بجد اعالج حتة الشعر دي يا جماعة في اللي هو بيقع كتير فنفسي نفسي بجد ان انا اعالج حتة شعري ده لانه بيقع كتير اللي يعرف اي حاجة بنسبة الشعر يعني يكتبينها تحت في الكومنتات احنا كلنا طبعا بنستفاد من بعض. هنا بقى ده المطبخ بتاعها ومشاء الله ومشاء الله المطبخ بتاعها جميل جدا هنا كانت بتقول لرائحة الفرن لما تكون الفرن فيه رائحة اه مش حلوة او روايح مش حلوة فيه بتجيب كده صنية وحطت فيها كباية من الخل كبيرة طبعا ده خليل توفاح تقدر تستخدميه بخلة عادي وحطت مية فيه وطبعا هتشغل عليه الفرن وهتسيبه شوية يتبخر مع بعضه علشان لو فيه اي روايح عندك تتشغل. هنا طبعا كانت تنظفها ليه المطبخ ويتنظمها للمطبخ وهتشوفوا ازاي هي بتنظم المطبخ بتاعها. طبعا برضو كلنا عارفين المنظمات دي موجودة كتير فيه اي كيا وهنا عاملة ضرفة كده للخزين بتاعها او البقوليات بتاعتها في المطبخ فهه حلوة جدا فبتقول ان هي اه كل فترة كده او كل شهر لما بتيجي بتنظم المطبخ بتاعها لازم تفضي الضرفة دي وتشوف ايه اللي نقصها وبعد كده بتبتدي ان هي تجيب الحاجة اللي نقصها وتشيل طبعا كل الستيل اللي في قلب التقفيل ده اه تنظفه وتخسله وبعد كده بتعب حاجاتها وتحطها على نظافة شفتوا هنا بقى يا جماعة الشكل حلو ازاي وبيرايح الاعصاب عايز اقولكو كمان لو انتم مفيش عندوك او مفيش امكانيات ان احنا نجيب المنظمات دي او نجيب الحاجات اللي هي اه بتنظم الدنيا كده تقدري والله تعملي كل حاجة عارفين البرتمانات يا جماعة يعني فيه مننا اه يعني بسيط او حاجاته بسيطة فتقدر انك انت تجيبي اه برتمانات عادية اللي هي بتاع تعارفين البرتمانات بتاعة المربى والحاجات دي تقدر انك انت تخسليها وتزبطيها وتنظفيها كده تنظيفة حلوة وكمان تقدر انك انت جيبتلكو فيديوهات كتيرة على الغطب بتاع البرتمان تقدر تعمليه اعادة تدوير اه باي لون انت حباه او باي اكسسوار انت حباه تقدر يتغيري من شكله وتبتدي انك انت تنظميه او تنظم فيه حاجتك عادي بكل سهولة طبعا انت شفته في الدرجة برضو كانت بتعمل ايه اه هنا بقى كمان ده للفرن او للازاز على كل حال يعني حطت كربوناتو وحطت شوية من الخل ولمون زي ما انتو شايفين لمون عادي كده وبعد كده زي ما انتو شايفين اه عملت اللمون على اي دهون عايز اقول لكم الله العظيم فعلا الخلطة دي جميلة جدا وانا اجربتها كتر من مرة بالزات لو انت عندك اه العارفين الحوامل اللي هي بتاعت البتجاز اللي هي بتبقى لونها اللي هي الظاهر دي اه حلوة اوي اوي لما تعمل عليها بس كوني مسخنة هيفضل اني كنتي تكوني مسخنة العيون دي اه تكون سخنة وتجيبي اللمون والله بجد زي ما بكلمكو وتعملوها عليها تمشي اللمون عليها كده وهي سخنة بس طبعا نخضي باك عشان ايدك وكده وبعد كده تخسليها تجي تبصها تلاقي اي حاجة عليها او اي لور عليها اه ما بيطلعش بيطلع معاك بكل سهولة هي هنا برضو كانت بتخسل الحوامل بتاعت البتجاز او العيون بتاعت البتجاز علشان خاطر تكون مضيفة معاها طبعا بتجاز بتاعها بيلتقن فبتقول لازما لما بتيجي تعمل التنظيفة دي لازما تخسل بتجاز غسلة كويسة والبتجاز بتعمل كده معاها هو والمطبخ بتقول كل شهر لازم لازم تشتل المطبخ كله ويتنظفه برغم ان انا بقولكم ان هي عروسة يعني جديدة ولكن برضو اديها في قلب البيت علشان خاطر الدنيا تكون معاها تماما هنا ده الدرج اللي هو بيكون في الفايل بقى والمناديل والستريتش راب والحاجات دي كلها زي ما انتوا شايفينه كده نظافته هو كمان وزبطت له زبطت الدنيا وبعد كده راسته راسته حلوة وكمان الدرج بتاع البلاستيك زبطته كده زي ما انتوا شايفين هنا بقى المقطع ده كانت بتوريكه ده باقي الحاجات اللي بتتفضل عندها زي ما انتوا شايفين حطها في درج كده وبتقول كمان المعالي الخشب بتحط لها كده خلل تفاح وحطت كمان كربوناتو وبعد كده حطت مية وبعد كده بقى خلتها تغلي زي ما انتوا شايفين علشان خاطر لو فيه اي رواصب فيها او اي بكتيريا لان اعايز اقول لكم ان ده معالي خشب يعني بتراكم فيها الاكل وكلنا لازم ان نكون عارفين الحتة دي فغلتها كده وبعد كده بتغسلها عادي وتعينهم هنا بقى التلاجة بتاعتها بتقول ان هي فكتها برضو وعشان تشيل الاتربة او اي طراب في المروحة او في السلك برغم ان هو مفيش حاجة يعني زي ما اقول لكم ان هي لسه عروسة جديدة فالدنيا عندها ما شواء الله نظيفة يعني بس ده نوع من النظافة بس بصوا يا جماعة مش كلنا بنعرف نعمل الحتة بتاعت التلاجة دي فارجوكي بلاش انك انت تعملي الحتة بتاعت التلاجة دي الا لو انت واسطة مليون المية انك انت هتعرفي تركبيها وهتعرفي تعمليها تاني عادي طبعا بعد ما هي خلصت المطبخ زي ما انتو شايفين تنظيفها برضو في الريسبشن عندها هي عاملة باللون الجري كده زي ما انتو شايفين وبتقول برضو لما بتيجي تنظفه بتنظف كل حاجة من حوالين منه دي المكتبة وكمان البلكونة لان الريسبشن عندها في بلكونة فزي ما انتو شايفين كده برضو كل وصفاتها فيها خل التفاح حطت هنا بقى خل التفاح وحطت شوية من الفري من الفري وبعد كده بقى غسلت الازاز بتاع البلكونة بتاعتها طبعا الشرشوبة دي حلوة جدا جدا يعني تحسوا كده ان هي فيها زي نظام قماش بجد حلوة قوي قوي والمساحة برضو اللي هي جايبها دي حلوة قوي هي المساحة دي استيل فماشاء الله بتقول عليها ان هي بتنظف الدنيا زي ما انتو شايفين كده يعني خلت الازاز بيلمع معاها وزي الفل زي ما انتو شايفين كده بحب قوي يا جماعة اللمعة بتاعت الازاز لما تحس كده ان الازاز بينور من لمعته ما شاء الله فبحب كده جدا بتقول هنا بقى بعد ما بتخلص كده بتقوم جايبة فوطة نظيفة جدا ونشفة بتتلمع بيها الازاز هنا بقى ده التويلت برضو بتقول دي تنظيفة التويلت زي ما قلتلكم ان هي عندها كل حاجة في قلب البيت يعني العفش بتاعها وقلونات الشقة كلها لونها واحد هي هنا بتنظف الحمام والمكنسة دي دي مكنسة بخار فزي ما بقلتلكم ان هي بتعقم وبتنظف كل حاجة مرة واحدة كده وهنا برضو الحود يعني هي زي ما بقول لكم زي ما هي عملت برة بتعمل هنا برضو في التويلت ده الدرج بتاع التويلت وبتحط فيه الفوض الصحية وكمان الليف والحاجات دي كلها الاستخدامات بتاعة الحمام يعني واستخداماتها اليومية وهي دلوقتي برضو هتعملكم جولة سريعة في الحمام عندها بس هنا مش عارفة هي الحمام كانت غيرت فيه شوية تغييرات ومشاء الله عجبتني او تقريبا كده كانت الحمام بتاعها كان شكل وغيرته شكل تاني مش عارفة بصراحة بس انا حبيت ان انا جبهه لكم برضو علشان كلنا نستفاد طبعا دي الحاجة برضو بتاعة التويلت عندها بتقول الحاجات اللي هي بتكون فضلة بتحطها كده في بسكتات صغيرة وبتعينها برضو في الادراك بتاعة التويلت وهنا بقى ده شكل التويلت بتاعها مش عارفة بقى هي هنا غيرت فيه دكورات او عملت فيه حاجات مش عارفة بس هي ما جبتهش كله لان فيه التويلت ما شاء الله كان كبير بس بصراحة نستجيب لكم الصور بتاعته لان هي كانت تحطى فيه حاجات كتيرة يعني فده بقى المقطع بتاع جوازها لما كانت هي بتتجاوز هي ما قلت لكم هي لسه اصلا عروسة جديدة ما بقى لاش كتير يعني متجاوزة ربنا يهنيها يا رب ويسعدها في حياتها ويسعد كل حد يا رب الله وما امين يا رب طبعا هي هنا هي واختها هما شبه بعض بالزبط يعني هي لها اخت توقم اللي اتنين شبه بعض بالزبط زي ما انتم شايفين كده بس كده يا حباب قلبي ده كان الفيديو بتاع النهاردة وربي يكونوا الفيديو عجبكو ويكون السيدة الجميلة اللي جات معنا النهاردة تكون عجبتكو اشوفكم الفيديو الجاية واسبكم فرعاية الله وحفظه ومع السلام اشتركوا في القناة